مساءكم مزيان بالخير مليان وربي بعد عليكم الشر والعديان مساءكم تفاح بالورد فواح وكل واحد فيكم يكون زاهي ومرتاح وشراكم ان شاء الله تكونوا مهنيين وبخير وعلى خير كما راكوا تشوفوا يا البناتاني معاني تواير هذه هي العادة والعوايد في شعبان يعني من العادة انه ليزوقي يزوق وليجير يجير ولي ما تدير شهاد شي معليها غير تفاح في حدنيتها وتنقيها قبل ما نبدأوا يعني نشروا الفالتة على رمضان المهم اليوم الفيديو راح يكون فيديو متنوع انا كما كنت شوفو حالي تزوج جهات عندي هاد الجهة اللي في هاد الكيسون هادايا والجهة الاخرى كنت شوفو انتفقتلي الفارينة يعني لازم لها فريز ونبدأ الحاجة اللي ما نحتاجهاش نحطها بجيه ومن نارانا نفحه في دنيتنا ومن نارانا نديروله تخي اهناك اني نوري لكم كيف شاء الحالة اما الباقي بشوية بشوية انا الفقراني كملتو ما زال التحت وكما ما رفا نقول لكم بالمهل تنزل للرحمة هنا راح نشارك معاكم الخلطة الجبارة الاقتصادية لي يعني يعني فغيمو اهيلة البخا خديالي درت فيه بو كانت عندي ديجا قشرات عقارس واندير كاس تعمى دافي ولا سخون اه لقاع رس هنا باش نحنا ريحات عالخل اهنا عندي قريب من نص نص تعكاس ولا ارباح تعكاس تعال الخل بازاي في كوم يحبوش ريحات عالخل مانا ما نحبهاش لكن يعني كيت شوفو النتيجة التحى يعني من اروع ما يكون اهنا زيت مغيفة تعقا هو تعسائل تعال اواني وهكدا من نظيفة ديالي راهوليك واجد انا هاد الخلطة نستعملها في البوا روج في الهاتر في هاد البوا مودرن ويعني تنقى فغيمونا با بزوان دو غنسي يعني بلا ما نشله والدنيات واللي تعنا وشو نقولكم هيلة نظيفة مقيقية تشاهي واللي عندها مثلا معجون مدفق وقديم واللي عندها يعني المبلد ديالها لدخلها هم وصخها ديالي تصلة معليها غير تزيد مغيفة تعال البيكاربونات وهكدا الخلطة تعنا تكون واجدة مال احنا يلا ييت اني نخدم في شغلي وحبيت نقول يعني الاخوات اللي شاركوا فلو كونكور ليداتو بلا ميزون بلا ميزون بدت هادية تحدو كليجوتي اللي مالغوزما اخلاصو وعوضتهم بالبلاد دايرو البلاد شباب بزاف لبنات وغالي عن المخايد لانو لهادوك اللي بتي كوسان خلاصو الشرط ديالها هو انكم تكتبو ان كومنتر وتابونيو ايبا بزافيكم نكتبو ان كومنتر بشي شاركو ونساوي ديرو اابوني الوغ هاووما هوما لباش تحهم تا انستاغرام عاني نعود نخليها لكم في صندوق الوصف ديرو يعني اابوني وهوما ابخي يعني لوي مارس حين يديرو لتيراج الرسور وانشالله بصحة ولهناليكم يالوكازيون تانيك بالاميزون راهي ديرا يعني بو منسابة الوي مارس راهي ديرا ان كونكوخ واحدا خور ديرا غي ديكسون تا خمسا وعشرين بالميا على كاملة للنج كيوقولكم للنج كوفيرتور اسدو كوات تابي لنج دبان باني يعني الله يبارك عندهم يعني الخير مدفق دارو ينغو مزتها 25% وزادو دارو ان كوبان اه اه يزيدو تاهم يوزعوه تمك يعني يقدم شوروهم تاهم يعني ليعطولو هاداك الكوبان عندو ان بلوس من لي 25% ووهي بوحدا وحد اخرى يعني انطو يبورتو اه 33 بالمياة كاملة على غيميز بمناسبة بانسابة بانسور عيد المرأة وهاد لاغيميز راهي لو ست الويت مام الناس لي ما تسكوش في العاصمة راني نخليكهم انليين في البغدن فو تقدروا تدخلو له وتعمروه وتقدروا تشاركوه ان شاء الله في الغيميز كما تشاهدون هنا نقيت هالحال الله الله ونرجع في الدوزان ويمزي ننقايل وكان يبقى وهنا البنات حبيت نحكي لكم على الموضوع اللي درتوا لدرنير فواه كونسرنو ساك بوبال حاشاكم كين بزاف اللي قالوا لي كيفاش حتى ساك بوبال توريه هنا؟ إبا وي أردت لكم أولا بساك هادو كانوا مقطوعين وهادو زمان زمان يعني دايوغ تسقسو ماليكم ولا كم لا كانوا يعرفوهم هاد ليسا شي فغيمون صحاح وهادو الخيوط ديالهم كيتعقدوهم يتعقدو ميتقطعوش مي لكن كيتفقدو في السوق إبا ولينا نشروا دي ساك بوبال إبا نجو نعقدو هاداك الخيط الخيطة يطير وما مجي بخوفي تيد لوكازون وهدرت على هاد الموضوع أردت لكم بالليك العناية بهذا الموضوع راح يخلينا نساهمو انو البيئة تاعنا تكون نظيفة أردت لكم كين بزاف اللي يستعملوا هادو كليساك بوبال هنا راني نوري لكم فلاماك باش يعني تشفو عليها عندهم ليساك بخفو ما يشوفوا البنات جوزو قدام لبيضون تمر ريحة طيبة إبا كين بزاف اللي يستعملوا هادو كصاشية 40 دورو وما يغلقوهم شمليح أبخي وشو نقولكم هادو كليلي بوبال بوباليك الله لا يوريكم ماذا بينا إبا إماجيني كل واحدة فيكم تاخد هاد لغوى مارك بعين الاعتبار يعني فوزي ماجيني كيفاش نقولو يعني بشوية بشوية إن شاء الله نعودوا نحو هاد المشكلة بزاف تفشا يعني في شوارع دياناو هاد شي مؤسف قالو غانا باوريت لكم اون مارك اللي فغي ما هيلا يعني نعرفوها مالينا زمان يعني كانت دي الزاني نشفاولها صح نقطعت هادو مدكي ولا تاني علمتكم او مامتو هدرت في السوجي لي بالنسبة لي السوجي بزاف بزاف مهم دو كان نحو الفقرة تاع الطبخ من التنظيف نحو للطبخ هنا البنات وجهت امونيو كما راكوا تشوفوا وش نقولكم اقتصادي مئة بالمئة وبنتي شاركتكم واحد الوصفة يعني فغي ما على غيوسي ويعني العائلة كاملة تحبها يا وصفة التومية بالطريقة ديالها قبل البنات لنا الفطور ديالي كان عبارة على شربة يعني درت شربة فريك عادي وشلادة يعني لومونيو تعلو سواء وش زيت ما هديك شريبة زيتين توخت لا توخت درت بات بغيزة درت فيها مئة وخمسة وعشرين غرام تاع مارغارين تاع مارغارين صبليت لها فغين ديالي وفق استعليهم حبة ولاد الجاج كيش تلابات تعيمة لمتش زيت لها قدرات علمة ما نعجنوها والون لمو فقط هدا باكن يعني هادو الوصفة شاركتها بصح ما عليش في الاعادة افادة حطيت لابات تاعي ترياح ومبعك حكمتنا شريبة تاعي طيبتها بالجنحتين تاع الجاج وشون قولكم يا البنات واحد البنات وبعك هادو كل جنحتين تاع الجاج وجدرت لهم فتتهم وراني ندير فيهم انتوخت هاد الفكرة مديتها لكم عندي سنوات قدت لكم يعني باش ما تبطوش في المطبخ في رمضان ولا كيجيكم ضيف ولا ويعني ما يكونش عندكم حاجة كبيرة إبا طيبو شريبة ديالكم مثلا بصدر تاع الجاج هاداك صدر تاع الجاج نحو منو نصيب وديرو به بورك ولا مشي بورك انتوخت كي ما درتان اليوم هادو افكار نعاونو بيهن اما عاونو بيهن اروحنا في المطبخ وزيدون بلوس افكار اقتصادية درت يا لليت لامول ديالي هنا راني حطيت لابات تاعي سقمتها اتقبتها درت عليها يعني حاجة تقيلة فنطق المول وحطيتها الطيب مدة 21 دقيقة طيبتها قبلون ها هيلك شوفو هنا نوريكم كيفاش حطيت في وسطها امول يعني بش ما تطلع ليش وبعدها رحت نوجد لابا غاية كيش ديالي وش درت درت زوج بايد تاع هادا ياوغت طبيعي ودرت معهم حبيبة زوج حبيبة تاع ولاد الجاج نزيد البطات دوزيام تاع ياوغت طبيعي ودرت بلح وفلفل كهل دوك اللي عندها فورماج تزيد الفورماج اللي ما عندهاش صلاة نبي هادي تكفي وتوفي وتجيكم واحد لا توخت وش نقولكم من ارواح ما يكون هنا عندي ممبر نص تاع ربطة تاع سلق دبلتها بشوية تاعزبدة وحطيتها مع هاداك الجنحتين تاع الجاج قلت لكم فتتهم وخلت هاداك السلق وزتمعهم هاديك لابا غاية كيش هناك ممورتنا بموجودنا وكان عندك قريقة وعندك شيدة وعندك شيدة وكيش من الفوق ولا ما عندك شدارك يمارني ديرنا وتشوفي ياني الاتوغت هاداك تجي من ارواح ما يكون تدوب في الفم ولا الحشو تانيك بنين لانو الجاج طب في الشربة وطب بنين هنا عندي كميشات على فخاز حكمت مقلقة قطعت الفخاز ديالي على 4 ودرت لها شوية تسكر مقص واحدة الزوج مغار فاككتا ماكلة ولا تلاتة و هذا ما كان وخليتها لنار قليلة حتى تحصل المدى لكي تشترى المنزل لكي تشترى أماني أماني تشترى من 30 دقائق وكي تشترى من مكانين و قدت لكم خلطه في الكسرونة مدة 10 دقائق يجب أن ننشاء مئة بالمئة الوصفة اتحها و نجحة بنينة بنينة جربوها على بل سنتلقوها كالحسنة في رمضان قلت لها يا طفلة ديري لهم فيديو واحد و قلت لهم قلت لكم تستحي المهم هنا خلطتها تخيبية و تبسيها و تبرد تجيب عندكم ميكسر و انا نكمل معكم الوصفة و انا نتبع في اليماج و انا نهدر ترى هنا يشتعي كيطابات الله الله جت من أروح ما يكون كروستيون و تندب في الفم هذا كل دفخيز ديالنا راهوليك واجد شوفوا كيف شاهوليك هاي لطفيت عليه و خليته يبرد او فمشي برد مية بالمية لاني هادى التحلية درتها ديجا معاكم و البنة ديالها من أروح ما يكون شوفوا هنا يا هنا عندي نصري ثلاثة أحليب درت معها أربع مغارف تع سكر و درت معها زوج مغارف و المغارف و النصة شوفوا المغارف و شوفوا المغارف التانية ماشي معمرة لانه الخليطة ديالي مانيش حبته يجي جامد درت مغارفة يعني معمرة نوعا ما و المغارفة التانية ماشي معمرة بزفف و بعدها هي يختر معايا الميلانج و ندرت له مغارفة يعني ماشي كبيرة تعزبدة و بعد الاخر كام لا درت لعفاني هكذا التحلية ديالي راهيلك واجدة جبت الكيسين اللي راح نحط فيهم التحلية مع اللوول نحطوه بينسير لطبقة اللولة اللي هي كرام ديسير فاني اللي يجي بزاف بنين و الطبقة التانية هديك الفخيز اللي طيبنها كيف كيف شوفوا النظرة من أرواح ما يكون البنة ما نحكي لكمش يعني دي قوام كريمي و البنة تعالى فاني مع البنة تعالى فخيز ما نحكي لكمش و كونسرنوا على فخيز اللي تقدروا طيبوها غير بزوج مغارفة و نقولوا مثلا شحر كان عندي واحد 300 جرام هكذاك 300 جرام نديروا منهم زوج مغارفة سكر و اديكم واحدة تحلية ندركوا لكم بطبع و اللي اقول بنا ما نحكي لكم شو زيدون بلوس يعني نقدروا نقولوا عليها اقتصادية بيانسيرا و جايدوك وقت لفخيز ودوكو يقول لي خالخابون شناش ونقدروا يعني نبردو خاطرنا هادي هي هنا راني نوريكم النظرات و خليتهم يبردو لوتون اللي نحط العشا ديالي هنا بياسوخ كي نقولوا شرباء نقولوا خبس كوشة ولا نقولوا خبس طاجيل يعني درتوا غير بدقيق الوصفة اللي شاركتها معاكم و ان شاء الله عن قريب جدا ها راح نشارك معاكم يعني في الحصة تعنا تعطبخ فقط يعني بالتفصيل المومن راح يوجد ان شاء الله ما زالي غندي لها المونتاج ونحبطها لكم كيفاش تقدروا تديروا خبس كوشة انا ما درتوش طالع بزاف لانو لما جو غيتي ما يحبوش البابة مالغغي تكون كيمة المسكوتشو ودرتها يعني غير بدقيق و بلا بيتخان بلا ميكسر يعني بطريقة تقليدية وسهلة ماهلا و تجيكم من ارواح ما يكون الصبروح ليه برك شوية هنا اماني واش دارت شوفوا هاديك يعني الخليط اللي طيباتهم من فوق يعني ما قبل قلت لكم هنا لازم يكون ليطيبة خبية واش دارت دارت اربعة كاستازيت ربعة سنات تاعتوم ونص حباط عقارس وحطت هاداك لو ميلونش ليطيباتهم قبيلة وترحي كلش هادي التومية ومع الاخر دارت لها باطا تا يا أخت طبيعي استغلوا معا يدوك ولاركوا حابين الوصفة نديرها وحدها قولوا لي برك ولغني فقر راس ولعين دارت الملح ورحات كلش اكتشوه تشاهدون صورة غنية على أي كلام جربوها ورجعوا لي بالخبر تجيب بزاف القوام ديالها شوفوا كيف الشي يجي وزيدون بلوس تجيب بزاف 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 بنينا تقدروا ترفقوها بديك خوكات تقدروا ترفقوها ببطاطا مقلية المهم قدمتهم في هذا اللغام كان وتقدروا بيسور تزيدوا لها المعدل و تزيدوا لها أي إضافة لكن هي هكذا كوصوميها أنا العائلة ديالي بهذه الطريقة وهنا البنات تانيك جيت نجاوبكم كونسرنو هاداك الروز اللي وريته لكم قد لكم شيبس تاع الروز البني بزاف بكم هنا راني نوريكم في الخبز الله يبارك كيف الشجاء شاهدكم إن شاء الله في الجنة البنات هما أنا قد لكم شيبس لكن هو في الحقيقة ما راهو الشيبس هاهو لي كيفش داير مخدوم بالروز شوفوا طيب في الفو ومشي مخصص غير بالليسيل ياكبرك هادا يقدرو تاكلوه كاملا لأنه ماهوش مضير بالصحة بيو هادا الشيبس بيو لبنات اللي نقدروه باريكزون بكي ما احنا درناتومية إبا رفقناها بهات الشيبس مخدوم بالروز البني وطيب في الفوه وما في حتى مادة حافظة مدى حافظة الملح داير ما تلاقيه ما فيهش الفيكساتور الفيكساتور هادا يديروه باش يلسق الملح هاداك باش يلسق في الفلشيبس جنرال وفي هذا الهاتب وفي هذا الهاتب اتباع وهذا الهاتب وهاادة نان هذا مولاه يعني جيت نعرفكم به ويعني بزاف ناس فرحوا به قالوا لي كيفش شيبس داير مراته يالبنات هذا ما عنده حتى علاقة مع الشيبس الانسان اللي يخدم هاد الشيبس نخليكم ارقام الهواتف دياله في صندوق الوص يجاوبكم على كلش ويعني كما قال هو عضمانة ديالي هادي هي البنات كما انا بغي كزنبل هاد التومية يبادراري غمسوا بهذا الشيبس عندهم الحار وعندهم بالفرماج هنا اراني شاركت معاكم الخبز شوفوا كيفاش جاء ومشو نقولكم من ارواح ما يكون وبالنسبة مساكن يعني لسيلياك هادو ما كين دراري عابكم يتشاهو في كلش انتو ما بتدخل انا نشوف انا نشوف بعيني انا الشيبس الجامي يدخل للدار بس حنشوف كيفاش يتكون صومة من عند الدراري يعني الناس بتدخلي ولادهم يشحنوا على هاد الشيبس قادرين يعوضوه لهم بهذا ولي ياكل شيبس موضير بالصحة يبا ياكل هذا ليبيو ماشي مخدم بالبطاطا مخدم بالروز ويعني صحي وما في حتاها جدر الصحة ان شاء الله قدرت نفيد الناس اللي يعني نحس يعني في غير موكي الناس يعني ربي ان شاء الله ينزل الشفاء وربي ان شاء الله يجعل تريق في المديق يعني الصحارة هي تاج وتاجي يشوفو غير الانسان المريض هذا هو اللي منوي دينا البناتك وتشوفو منوي بسيطة شريبة لي طيبتها صباح وشوفو يعني الوصلاة اللي درتها لها وجات يعني نقولكم يعني البنا جربوا الوصفات كما العادة والعوايدي خيداي من تدعو لي دعوية الخير ودعاوية تحكم هما اللي راني وقفة بهم والله كتر خيركم وما نقدرش يعني نعبر لكم على الفرحة ديالي بها دوك التعليقات الجميلة ديالكم هذه يا حبيبة قلبي بالنسبة لفيديو تاليوم اللي ان شاء الله قدرت تدفيدكم وان شاء الله قدرت يعني تنحيكم يعني شوي على خاطركم وذو كما قاعد لي غير بقيكم على خير ونقولكم دمتم في رعاية الله وحفظه السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته